أكثر ما يلفت الانتباه في منهاج حكومة محمد الشيعة السوداني بالنسبة للعراقيين تحديداً النازحون والمتجرعون خطر السلاح المنفلت منهم هو الحديث عن مدد زمنية محدودة لا تتجاوز الستة أشهر كتعهدات حكومية لصناعة استقرار في الملف الأمنية إعادة النازحين لجرف الصخر وتفعيل اتفاقية سنجار وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج النطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة لكن تساؤل الأبرز حول إمكانية تطبيق تلك المحاور وتحقيق أهدافها الذي يمثل محط اهتمام العراقيين بعد أن سمعوا كثيراً عن وعود بحلول أزمة أمنية كبرى تتمثل بالسلاح المنفلت وتعمق ميليشيات خارجة على القانون بضرب سيادة البلاد وبالتالي فإن حديث المنهاج عن تضمين اتفاقية سنجار ضمن البرنامج الحكومي المقبل وبما يسهم في عادة الأمن والاستقرار في القضاء يدخل في عداد العراقي التنازلي لمراقبة ما سيفعله السوداني على الأرض بإنتاج أمني ملموس تتكامل فيه ورقة ملف سنجار مع السلاح المنفلت ومواجهة خفائل أوراق الأمنية بما يحفظ هيبة الدولة وفي نقطة مهمة كذلك تطرق إليها المنهاج حول تسريع إجراءات التقاعد لعوائل الشهداء ورفع الكفاءة المهنية للقوات المسلحة وتعزيز قدراتها تتزامن مع الحديث عن الخدمة الإلزامية التي غابت عن العراق بعد العام 2003 فإنها تفتح كذلك بابا على التساؤلات المشروعة من المراقبين حول إمكانية تفعيل الخدمة الإلزامية وعودتها بالنفع على تحقيق الأمن في المناطق سيما المحررة منها وإلغاء التصريح الأمني الذي تحدث عنه المنهاج كذلك في الورقة الأمنية منها إلى حين تحقيق تلك الأهداف الأمنية تبقى العيون متجهة نحو جرف الصخر وفوهات الأسلحة المنفلتة فيما إذا استطاعت الحكومة أن تنهي صورتها من أذهان العراقيين بعد أن عاثت موتا وضربا للاستقرار قرابة عشرين عاما في البلاد اشتركوا في القناة